كيف أدرك أن هذا النبي أنا أدرك أن هذا النبي الذي بتاعسه الله أنا أؤمن به وبنبوته عن طريق العقل ودليل على ذلك ما جاء في سور السبأ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة تتفكروا كيف أدرك أنا أن هذا الكتاب الذي هو القرآن هو كلام الله أدركه أيضا بالعقل يقول الله سبحانه في محكم التنزيل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يقول القرآن في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ما معنى يتدبرون يعني يتعقلون يتفهمون يتفكرون طريق إلى الله يكون بالعقل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى قدم العلم فقال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان فالعقل هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وآيات العقل في القرآن زادت على 51 آية تتحدث عن العقل أو مادة العقل وبيّن المولى سبحانه وتعالى أن الناس يوم القيامة سوف يحاسبون بناء على قدر قولهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير